موسيقى نشرة الرئيسية تأتيك مباشرة من الجزائر الدولية بكم مشاهدين المستهل بالعنوين إدانة جزائرية شديدة للاعتداءات الهمجية المتكررة ضد الفلسطينيين العزل والأمم المتحدة تحضر من أن استمرار الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية ينذر بالخروج عن السيطرة موسيقى تأكيد جزائري ألماني على البدء في التحضير للجنة الاقتصادية بين البلدين الجزائر ترحب بالتوقيع على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي وطموح مشترك لتجسيد مشاريع جديدة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر العفو الدولي تتهم المغرب وإسبانيا بإخفاء حقائق مأساة مليليا وعرقلة التحقيقات بشأنها مضالبوا حقوقية بتحديد الماسوليات بعد عام على الكارثة موسيقى مدير مركز المخابرات الإسبانية السابق ينتقد التغير في موقف بيدرو سانجاز داعم للسياسة والسعية للمغرب بالصحراء الغربية ويصفه بالخطأ الجسيمة ومدريد توقف إجراءات نقل لإدارة المجال الجو الصحراوي للرباط موسيقى وفي النشرة بعد خمسة أيام من الأبحاث في أعباق الأطلسي غوصت تيتان أبحرت لتستكشف حطام تيتانيك فلقت مصيرها موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل في المستهلة حضرت مفوذية الأممية المتحدة سامية لحقوق الإنسان من تبعات انهيار الوضع بالظفة الغربية ما ينذر حسبها بخروجه عن السيطرة بفعل تصعيد قوات الاحتلال الصهيونية واستخدامها لأسلحة عسكرية متطورة ضد المدنيين الفلسطينيين موسيقى تحذيرات أممية من انفلات الأوضاع الأمنية بالظفة الغربية المحتلة بتماد قوات الاحتلال في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين وهضر دمائهم وتخريب ممتلكاتهما مفوذية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحذر من احتمال خروج الوضع في الظفة الغربية عن السيطرة بفعل استخدام دولة الاحتلال لأسلحة عسكرية متطورة ضد المدنيين الفلسطينيين العنف الذي اندلع هذا الأسبوع في الظفة الغربية المحتلة قد يخرج عن نطاق السيطرة ويغذيه الخطاب السياسي الحاد وتصعيد في استخدام الأسلحة العسكرية المتقطمة من قبل إسرائيل هذا التدهور الحاد له تأثير رهيب على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين وندعو إلى إنهاء فوري للعنف بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية تضمن انتقاداً لاستخدام ترسانة الطيران الحربية الصهيونية لشن أعمال عدائية على ساكن مخيم جنين شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على مخيم جنين اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة في تكثيف كبير لاستخدام الأسلحة المرتبطة بشكل عام بسير الأعمال العدائية المسلحة بدلاً من عملية إنفاذ القانون رغم إمعان دولة الاحتلال في الدوس على القانون الدولي لكن ذلك لم يمنع الهيئة الأممية من دعوتها إلى الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الفلسطينيين يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية بما يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة تحذيرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من انهيار الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة تكشف جزءاً يسيراً من جرائم الكيان الصهيونية المتمادي في تقتيل الفلسطينيين والدوس على حقوقهم هذا وآدنت الجزائر بأشد العبارات لأعتداءات الهمشية المتكررة وأعمال الترويع التي يقوم بها المستوطنون الصهيين بتشجيع وحماية من سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم بيان للخارجية شار إلى أن الجزائر تطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال الشنيعة التي تعد خرقاً فاضحاً ومتكرراً لكل القوانين والأعراف الدولية الجزائر جددت دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة من أجل وقف مسلسل العنف الدموي الخطير والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم مؤكدة مرة أخرى تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت والداعم لها في سبيل استرجاع كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في موضوع آخر أكد وزير الخارجي الجزائري ونائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وخماية المناخ روبرت هابيك لدى لقائهم الجمعة في برلين أكد على ضرورة البدء في التحضير الدورة المقبلة للأجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين عبر تنظيم اجتماعاً على مستوى الخبراء بالجزائر شهر أكتوبر المقبل لتقييم تقدم المحرس في تحقيق أهداف الشركة الثنائية على مختلف المستويات وحسب بياناً للخارجية الجزائرية فقد استعرض الوزيران واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبول تقديم الشركة الأوروبيين دعماً أكبر للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة الساخل والصحراء وتركزت المحادثات حول علاقات الشركة الاقتصادية الجزائرية الألمانية والأفاق المتاحة لتعزيزها لسيما في سياق المشاريع الجديدة التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر تسعى الجزائر وألمانيا إلى الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر حيث رحب وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف على هامشي لقائه بنائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتوقيع اتفاق بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي كما أكد الجانبان على التوجه للاستثمار في مجال الوقود الأخضر لا مجال للانتظار الجزائر تواصل استثماراتها في مجال الهيدروجين ألمانيا شاريك الجزائر خطوة نحو الأمام تدفع بتعزيز فرص الاستثمار في الوقود الأخضر وفي المشاريع المشتركة الكبرى التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجال الطاقات المتجددة وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطف رحب بالاتفاق بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي نحن نثمن ونرحب بالتوقيع على الاتفاقية بين ألمانيا والنمسا وإيطاليا فيما يخص المشروع التاريخي حقيقة المشروع العملاخ المسمى South H2 Corridor وتسعى الجزائر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرة العلمانية في المقابل تحاول برلين إجاد بدائل للغاز الروسي والبديل الطاقوي الموثوق هي الجزائر وذلك على خلفية توفر كل إمكانية التحول من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة البديلة فالجزائر تبدي استعدادها لتكثيف التعاول مع شركائها في مجال الطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الهيدروجينية إن الجزائر على أتم الاستعداد للتعامل والدخول بقوة في هذا المشروع أصدى إنجازه بالتعاون معكم ومع الشركاء الأوروبيين الأخرين لأنه حقيقة مشروع يمكن أن يوصلنا إلى الهدف المنشود وهو تقطية 10% من الطاقات المتجددة لأوروبا في آفاق 2050 وتناقش الجزائر وبرلين مجال تطوير نقل الهيدروجين باعتبار الجزائر السباقة لنقل الهيدروجين عبر أنابيب الغاز ويدفع مشغل خطوط أنابيب الغاز في ألمانيا إلى تسريع مراجعة قانون الهيدروجين لتجاوز أزمة الطاقة التي يعاني منها الاقتصاد الألماني يشهد قطاع صناعة الكهرومنزلية والإلكترونية في الجزائر تقدما ملموسا رفعت من خلاله عدة مؤسسات نسب الإدماج وغطت السوق المحلية وسهمت في تحسين رقام التصدير إلى الأسواق الخارجية يشهد مجال الأجهزة الكهرومنزلية في الجزائر قفزة نوعية رفعت من خلالها الشركات نسب الإدماج باستعمال مواد أولية محلية بسواعد وإطارات جزائرية وتوظيف المادة الرمادية في قطاع يغطي السوق المحلية بمختلف التجهيزات ويواكب آخر التطورات في هذا المجال نحن جد سعيدين بالطبع 54 للمعرض كل المعرض اللي يجب أن نشاركه فيه نقدم المنتجات جدد نقدموا تكنولوجيا الأخرى اللي وستطلها رايلان كل مرة عنا تطورات في البرودويتانا جينا نقدموا جميع الأجهزة الكهرومنزلية الزبون الجزائري وخاصة لقام أنفرتر اللي لقات إقبال كبير في الجزائر لأنها ما تكون صميش الكهرباء ونقدموا عليها ضمان عشر سنين صنعوا الغسالة، الثلاجة، لماشينا لافي، لتليفزيون كل شيء، عنا مصانع دي جا في بداوه في الإنتاج وعنا مصانع في تقريب بعد شهرين، ثلاثة شهر دي ماريه في الإنتاج العديد من مجمعات الصناعات الكهرومنزلية تمكنت من تغطية السوق المحلية ورفعت من صناعة المواد التقنية مما سيسمح لها خدمة الرهانات الاقتصادية الكبرى وأولها طموح الجزائر لرفع صادراتها خارج المحروقات إلى 15 مليار دولار في 2024 نحن متوجدين في الأسواق الأوروبية من 2007 في سوق إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وكيمك تقول بالألمانيا إن شاء الله ربما تكون في أقرب وقت السوق الألمانية يعني السلطات الألمانية تطلب منا باش يكون عندنا يعني الخدمة بعد البيع تكون في ألمانيا هذا الشيء اللي نخدمه عليه مع البنك الجزائري إن شاء الله يعني إحنا يعطونا تسريح ونستعليوا يعني سلفيس أبريفونت في ألمانيا ويكون أناكسي فاصل هذا وتسعى الجزائر لرفع صادراتها من المنتجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية كما تعتبر قطبا مهما في هذا المجال باعتمادها في التصنيع على التكنولوجيات الحديثة والمقاييس العالمية في موضوع آخر أعلنت السلطات الانتخابية في مالي الجمعة أن الناخبين وافقوا بأغلبية ساحقة بلغت سبعة وتسعين بالمئة على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه المجلس العسكري الانتقالي على استفتاء أجري قبل أسبوع وبلغت نسبة المشاركة فيه نحو أربعين بالمئة فيما بلغ حجم الهيئة الناخبة الزيادة من ثمانية ملايين ناخب حسب الأرقام التي أعلنت عنها مفاوضية الانتخابات التي أضافت أن مصدقة الماليين على الدستور يمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية شهر فبراير من العام المقبل قالت مفاوضية الانتخابات في زمبابوي إن أحد عشر مرشحاً سيأخذون انتخابات الرئاسة في البلاد في أوت القادم وأكدت في وقت متأخر من مساء الخميس أن أحد عشر ممن سعوا للترشح لمنصبية الرئاسة تم استبعادهم من انتخابات الثالث والعشرين أوت المقبل ومن المتوقع أن تتركز المنافسة في الانتخابات بين رئيس الحالي مرسون منان جاكوا من حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزمبابوي الجبهة الوطنية وبين نيلسون تشاميسا من تحالف مواطنين من أجل التغيير الذي يعتبر المنافس الأقوى في سودان تجدد القتال بين الجيش وقوة دعم السريع بعد انتهاء هدنة ثلاثة أيام حيث شهدت العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى اشتباكات عنيفة بين طرفي الأزمة وسط تحليق مكثف لطيران الحربي للجيش السوداني جاء ذلك بعد انتهاء مهلة الأيام الثلاثة الأخيرة ما إن انتهت مهلة الأيام الثلاثة حتى عادت أصوات المدافع وأزيز طائرات الحربية لرسم مشهد في السودان مصادر إهلامية قالت الجمعة إن اشتباكات تجددت بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع في العاصمة الخرطوم تزامنا مع تحليق طائرات حربية في أجوائها فيما طال قصف جوي ومدفعي أحياء في أمدرمان كما اندلعت اشتباكات بين طرافاء الأزمة في مدينة الأبيض أصفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينما وقعت انفجارات قرب معسكر طيبة تابعي لقوات الدعم السريع فيما تجدد القتال في منطقة نيالا معارك شرسة تأتي وسط تعطر المحادثات والوساطات الدولية مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية موليفي قالت إن تعجيل مفاوضات جد الخاصة بالأزمة السودانية يهد إلى فشل الصيغة الحالية في ضبط الوضع على حد تعبيرها الوضع الصحي في السودان كارثي جراء اتساع رقعة المعارك بين طرافين نزاع نقابة أطباء السودان دقت ناقوس الخطر وحذرت من انتشار الأوبئة وسط تقطع سبل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بسبب الحرب لا سيم في العاصمة الخرطون يوما بعد يوم تتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية بعدما انهارت 12 هدنة واتسعت رقعة الاشتباكات وامتدت شراراتها إلى مناطق أخرى وسط توقعات من تفجر الوضع في إقليم دارفور ليبقى مصير التسوية السياسية في السودان في حكم المجهور في تونس أبلغ رئيس قيس سعيد المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن رفضه شروط صندوق لتقديم دعم المالي لبلده والتي تهدد حسبه بإثارة اضطرابات أهلية مجدداً يعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه القاطع لما يصفه بإملاءات صندوق النقد الدولي مقابل دعم مالي لبلاده فسانحة لقاء سعيد بالمديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا على هامش قمة باريس كانت إبلاقها بخطورة شرط المؤسسة المالية الدولية خفض الدعم على الفئات الهشاوة التي تهدد حسب الرئيس التونسي بإثارة اضطرابات أهلية أوضح رئيس الجمهورية أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن وذكر رئيس الدولة مجدداً بما حصل في تونس أواخر ديسمبر 1983 وبداية جونفي 1984 حين سقط مئة شهداء بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها من جهة أخرى أكد البنك المركزي التونسي لرويترز على العمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي عادل ليست المرة الأولى التي يعرب فيها الرئيس التونسي عن رفضه شروط صندوق النقد الدولي ففي أكتوبر الماضي تعثرت محادثات الجانبين بشأن خطة الإنقاذ المالي حيث تعهد الرئيس سعيد بحماية السلم الأهلية أمام ما تعيشه بلاده من أزمة اقتصادية أحبطت وحدات الحرس الوطنية التونسي بسفاقس والمهدية خمسة محاولات هجرة غير نظامية خلال يومي العشرين والواحد والعشرين جوان الحالي وأنقضت مائتين وأحد عشر مهاجرا من الغرق بيان للمتحدث باسم الحرس الوطنية التونسية ذكر الجمعان الوحدات العائمة تابعة للمنطقة البحرية للحرس بسفاقس تمكنت من إحباط ثلاث عمليات هجرة وإنقاذمات وتسعة وخمسين مهاجرا بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق كما أحبطت عمليتي إبحار وأنقضت اثنين وخمسين مهاجرا بالمهدية في موضوع آخر اتهمت منظمة العفو الدولية الجمعة إسبانيا والمغرب بالتساطر على حقيقة ما حدث في جريمة جيب مليلية الإسبانية العام الماضي من خلال منع أي تحقيق جات في الأحداث التي وقعت على الحدود الأمين العامة للمنظمة أنياس كلمار قالت سلطات الإسبانية والمغربية لم تواصل إنكار يمسولية على مذبحة مليلية فحسب بل تمنع الكشف عن حقيقتها العفو الدولية اتهمت السلطتين أيضا بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتل وأسباب الوفاة وكذلك لقطات كاميرا المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق بعد مرور عام على مذبحة مليلية لم تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية فحسب بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة يجب تعلم الدروس من مليلية وإلا كما يظهر غرق قارب قبلة الساحل اليوناني فستستمر الخسائر غير المبررة في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود هذا وقدمت منظمة حقوقية إسبانية شكاوى إلى القضاء الإسباني للمطالبة بفتح تحقيق مستقل يدين المسؤولين عن فجاعة مليلية التي راح ضحيتها عشرات القتل والمفقودين منددين بمحاولة غلق القضية دون استكمال التحقيقات وصفين الأمر بأنه واحد من أفضع أو واحدة من أفضع حالات الإفلات من العقاب في طريق أوروبا وإسبانيا على هذا السياج لم يتبقى شيء سوى أثار لمهاجرين ساقهم بؤسهم إلى حضن لا يرحم وشح وأقمصة مزقتها شرطة حدودنا في المعبر الحدودي شمالي المغرب رسمت معالم جريمة أرغها التاريخ كواحدة من أفضع نهايات مهاجرين راح ضحيتها عشرات القتل والمفقودين خلال محاولتهم العبور إلى جيب مليلية الإسباني لكنها لم تحرك للمجرمين ساكنا رغم الصور الحية التي تناقلتها أكبر المنابر الحقوقية في العالم على الرغم من حملة الإدانات التي أثارها تدخل الشرطتين المغربية والإسبانية ما زال هناك إفلات تام من العقاب ما يشكل سابقة فضيعة بالنسبة لأوروبا وإسبانيا إفلات دفع بخمس منظمات حقوقية إسبانية بتقديم شكوى الأسبوع الماضي إلى القضاء والمطالبة بفتح تحقيق مستقل لنعاقب الجنات وكذلك فعل نشطاء حقوقيون لمعرفة ما حصل من سلطتين مغربية وإسبانية سارعة لغلق الملف مبكرا وإخفاء حقائق جريمة ستبقى تلاحق مدريد والرباط قدمت خمس منظمات حقوقية إسبانية الأسبوع الماضي شكوى للمطالبة بإجابات على أمل بدء محاكمة باعتبارها الخيار الوحيد المتبقي للناجين والضحايا وعائلاتهم من أجل معرفة الحقيقة ونيل العدالة صمت إسباني يرجعه حقوقيون إلى رضوخ من حكومة سانشيز لابتزاز مغربي بملف المهاجرين إن التحقيق الإسباني الذي لم يسمح بمعرفة عدد الأشخاص الذين قضوا ولا أسباب وفاتهم أغلق مباكرا من البدهي أن الحكومة الإسبانية لا تريد إغضاب السلطات المغربية فمادريد تخشى رد مغربي يمكن أن يتمثل في السماح لمهاجرين بالعبور وفي الرباط المعضلة أعظم فمن أخطأته وحشية عناصر الأمن على جيب مليلية فإن سجون المخزن هي المستقر عشرات المهاجرين يقبعون في سجون المغرب بتهم يصفها حقوقيون بأنها باطلة يجب إجراء تحقيق مستقل يجيب عن أسئلة عالقة كثيرة ولسيما بشأن 76 شخصا نجهل مصيرهم يمر عام على جريمة وصفت بالأسوأ في تاريخ الهجرة وسط إصرار من حقوقيين على عدم غلق الملف دون الكشف عن كل من كانت له يد في مأساة مليلية نقلت صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن الحكومة الإسبانية أوقفت نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى المغرب مرجعة ذلك لاقتراب موعد الانتخابات التشرعية واحتمال تغيير الحكومة حيث حذرت مصادر دبلوماسية في حديثها للكونفيدنسيال من شكوك حول مستقبل العلاقات على جانبي مذيق جبل طارق هذا وصف مدير مركز المخابرات الإسبانية السابق وسفير إسبانيا الأسبق لدى المغرب والولاقات المتحدة الأمريكية خورخي ديسكلار التغيير في موقف رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانجيز الدعم للسياسة والصعية للمغرب بالصحراء الغربية بالخطأ الجسيم ألفاظ الرفض والانتقاد وحتى الصخط تطقع للقاموس الإسباني كلما تحدث الساسة والديبلوماسيون عن موقف رئيس الحكومة بيدرو سانجيز من النزاع في الصحراء الغربية فهو الخطأ الجسيم بوصف مدير مركز المخابرات الإسبانية السابق وسفير الأسبق لدى المغرب والولاية المتحدة الأمريكية خورخي ديسكلار الذي انتقد دعم مدريد أطروحة الرباط التوسعية خلال ندوة انعقدت ببرشلون ناقشة تغيرات الجيوسياسية الدولية لا أفهم ما فعلته هذه الحكومة ولماذا نغير موقفنا من الصحراء الغربية ولا أرى المزايا التي حصلنا عليها ولم يشرح لأحد ذلك أعتقد أنه خطأ جسيم الدبلوماسيو الإسباني أشار إلى خيبة دعم بلاده للمغرب فهو أبعد من حل المشاكل البينية أو حتى جلب الفائدة لمدريد هناك سلسلة من المشاكل الجيوسياسية مع المغرب التي لا تزال قائمة على الرغم من الدعم الدبلوماسي للمملكة المغربية ومن بين هذه المشاكل قضية سبتة وامليلية وكذا ترسيم حدود المياه الإقليمية بين المغرب وإسبانيا التي لم يتم حلها بعد السفير الإسبانيو الأسبق لدى المغرب والولايات المتحدة اعتبر أن ما أقدم عليه سانشاز أمرا خطيرا يؤثر سلبا على مصالح بلاده منورة رئيس الوزراء لم تحظى بدعم البرلمان وهذا يضعف سانشاز ويضعف موقف إسبانيا لأنه يجب أن يكون هناك توافق حول السياسة الخارجية كونها تستجيب لمصالح الدولة ومصالح الدولة لا تتغير بتغير رئيس الوزراء على سبيل التحذير طالب الدبلوماسيو الإسباني بضرورة التعامل مع المغرب بصرامة أكبر بالنظر لممارساته التي قد تحدث مشاكل في المستقبل حرك الإدعاء العام الألماني دعوة قضائية ضد مغربي بتهمة التجسس على أنصار حركة احتجاج مغربية كبيرة تعيش في ألمانيا لصالح الاستخبارات المغربية ووفقا لتصريحات الصادرة الجمعة يتهم الإدعاء في كارليس رو الرجل بالعملة الاستخباراتية ومن المنتظر أن تبت دائرة أمن الدولة في المحكمة العرية في دوسلودوف في الدعوة المرفوعة وأفاد بيان الادعاء بأن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي كان اتصل بالرجل في مارس 2020 وبناء على التكليف قام الرجل الذي ألقي القبض عليه في 14 نوفمبر الماضي بمحيط مدينة كولونيا قام بنقل معلومات عن العديد من الأشخاص إلى قادته وأن الجهاز كان يتحمل في المقابل تكاليف رحلاته والتي بلغت نحو 5000 يورو أجمع أغلب قادة دول ورؤساء الحكومات المشاركين في قمة باريس المالية الدولية التي اختتمت الجمعة على وجوب إدراج إصلاحات جذرية على الهيكل المالي الدولي وذهب نحو هيكل مالي وسياسي متعدد الأقطاب منصف لأدول الفقيرة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة من مختلف أنحاء المعمورة أجمعوا في قمة مثاق مالي عالمي جديد في باريس على ضرورة المضي صوب نظام مالي عالمي أكثر إنصافا للدول الفقيرة بعدما بيّنت الأحداث قصور النظام المالي السائد منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي في ظل تعظم مخاوف الدول الفقيرة من انعكاسات التغيرات المناخية وأعباء الديون ترتفع المطالب الدولية بوجوب إدراج إصلاحات جذرية على الهيكل المالي الدولي نحن بحاجة إلى إصلاح جذري لإدارة الهيكل المالي الدولي بحيث يكون أكثر كفاءة وإنصافا وأكثر تكيفا مع عالم اليوم هنا أيضا يوجد إجماع كامل وعلينا أن نبدأ العمل الآن دول إفريقية عديدة أبدت امتعاضها من واقع عالمي قائم على افتعال الصراعات وتصديرها لا يمكننا تحقيق ما نريد تحقيقه إذا سمحنا لمجتمعنا العالمي بتركيز الوقت والموارد وكل شيء والتكنولوجيا على الصراع أعتقد أن هناك واجب علينا جميعا أن نحافظ على سلام بلداننا الفردية بعيدا عن الصراع وليس تصدير عدم الاستقرار إلى دول أخرى مجاورة كانت أو بعيدة ثم تخط رفيع بين الاقتصاد والسياسة لذا تدرك القوى الدولية الصاعدة أن النظام المالي العالمي المأمول لن يصبح واقعا يرضي المجتمع الدولي في ظل مؤسسات أممية تستحوذ عليها أقلية من المهم أن نعترف بأنه لا يمكن للإستمرار في عمل المؤسسات بطريقة خاطئة بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فالأعضاء الدائمون لا يمثلون الواقع السياسي لعام 2023 إذا كان ممثلا في عام 45 فمن الضروري التغيير في عام 2023 الأمم المتحدة بحاجة إلى أن تصبح تمثيلية مرة أخرى لتكون لها قوة سياسية اختتمت قمة باريس بوعود الدول الغنية تخصيص 100 مليار دولار لتلبية احتياجات الدول الفقيرة وسط مخاوف من استغلال تلك الوعود للالتفاف على مطالبها المشروعة لطي صفحة نظام عالمي حالي وذهب نحو نظام مالي وسياسي متعدد الأقطاب في موضوع آخر أكد الكريملين الجمعة العمل على إقامة أعلاقات بناء في إفريقيا ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي مانويل ماكران اعتبر فيها أن روسيا هي قوة تزعزع والاستقرار في القراء وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا تنسج مع الدول الإفريقية علاقات ودية بناء مبنية على الاحترام المتبادل مشددا على أنها ليست مواجهة ضد دول أخرى ولا يمكنها أن تكون كذلك على حد تعبيره روسيا تعمل على تطوير علاقاتها الطيبة وعلاقاتها البناءة على أساس الاحترام المتبادل والمراعة المتبادلة لمقاوث ومشاكل كل طرف والعلاقات مع جميع البلدان الإفريقية وهذه العلاقات ليست بأي حال من الأحوال موجهة ولا يمكن توجيهها ضد دولة ثالثة ولا نريد أن تصبح هذه العلاقات مصدر قلق لأحد أيضا أكد رئيس الأوكراني فولودمير رازلينسكي أن بلاده تملك أسلحة قادرة على حسم المعركة متهما الروس بتشكيل مجموعات خاصة لجمعي وإخفاء جثث الضحايا الذين قتلوا في أعقاب انهيار سد كخفكا ياتي هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسي السيطرة على قرى وبلدات في مقاطعة زبروجيا ودونيتسك نافية مزاعم قوات كييف باستعادتها مفاجأة من العيار الثقيل تلك التي أطلقها الرئيس الأوكراني عدة تحدثه عن ملكية بلاده لسلاح قوي سيحسم المعركة على حد تعبيره تصريح يأتي مع سلسلة اتهامات للروس بارتكاب جرائم بحق الأوكرانيين شكل الشر الروسي مجموعات خاصة لإزالة جثث ضحايا شد كخوفكا وإخفائها ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها روسيا بمثل هذا الشيء في محاولة لتضمير أذلة وآثار جرائمها في الأراضي المحتلة لقد فعلوا ذلك في ماريو بول وأماكن أخرى لكن هذا نوع من الحقيقة لا يمكن إخفاؤها تصريحات تتزامن وتأكيد نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن الهجوم المضاد في الجنوب يسير حسب الخطة وأن قوات بلادها تتقدم حتى لو كانت حقول الألغام تبطئها الأحداث الرئيسية لم تحدث بعد والضربة الرئيسية لم تأتي بعد بالفعل وفقا لتقارير الجيش ومواقعه كل شيء يسير حسب الخطة ليس من الضروري توقع أن يكون الهجوم سريعا جدا كل يوم نتقدم كل يوم نعم إنه تقدم تدريجي لكن قواتنا تكتسب موطئ قدم على هذه الحدود وتتقدم بثبات في مقابل موجة التصريحات الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية أعلنت استعادة قرية سادوفيه في منطقة توكماك بمقاطعة زابوروجيا ومدينة أوروجانيوي في دونيتسك نحن الآن في سادوفيه في زابوريجيا وبالنسبة للمعلومات المتداولة حول أن قوات كرانية احتلت المنطقة غير صحيحة نحن متمسكون بها وندافع عنها ولن نسمح للعدو بالتسلل إليها أما سادوفي فهي تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس هي الصور نفسها تتسيد المشهد الأوكرانية منذ الرابع والعشرين فبراير من عام الفين واثنين وعشرين وكل المعطيات الميدانية تنذر بمعارك أكثر شراسة ستندلع في البلاد وقد يكون لأكبر محطة نووية في أوروبا منها نصيب يذيق القارة العجوز شيئا مما أصاب زابروجيا وخيرسون وميكولايف وباخموت وغيرها من مدن أوكرانيا عربت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الجمعة عن قلق بلادها من إرسال إيران لطائرات مسيرة لروسيا مشددة على أنه يمنع نقل أي سلخ إلى روسيا من دون موافقة مجلس الأمنة ودعت جرينفيلد الأمم المتحدة إلى التحقيق فيما أسمته انتهاكات قراراتها بشأن تزويد إيران لروسيا بطائرات المسيرة التي تستخدمها موسكو في ضرب كيف وتدمير البنية التحتية الأوكرانية على حد تعبير الدبلوماسية الأمريكية تنتهك تصرفات روسيا وإيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 يحضر هذا القرار على جميع الدول بما في ذلك الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن نقل هذه الأنواع من الأسلحة من إيران دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن يجب على الأمم المتحدة أن تستجيب لنداءات المتزايدة من المجتمع الدولي للتحقيق في هذه الانتهاكات من جانب هناف مندوب موسكو دائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ما قال أنه مزاعم استخدام موسكو طائرات إيرانية مؤكدا أنها اتهامات لا أساس لها من الصحة ومعتبرا فتح تحقيق في أرسال إيران أسلحة لروسيا غير مبرر نحن نرفض بشكل قاطع هذه الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة وهي محاولات صارخة لتضليل المجتمع الدولي عمدا الحجج التي يقدمها زملائنا لا تصمد أمام أي تدقيق ويبدو أنها تفتقر إلى أسس قانونية أو فنية تقتصر افتراضاتهم على تقييمات ومعلومات غامضة إنهم يقدمون صورا غير متسقة لحطام يصعب التعرف عليه من الطائرات بدون الطيار المزعومة في الرياضة دانا للاتحاد الملاكمة الروسي قرر لجنة الأولمبية الدولية الأخير القاضي بإلغاء الاعتراف برابطة الملاكمة الدولية لجنة الأولمبية الدولية صوتت على إلغاء الاعتراف برابطة الملاكمة الدولية في اجتماعها الأخير وهي نتيجة كانت حتمية بعد أن أوصى بذلك قبل أسبوعين المجلس التنفيذي للهيئة التي يرأسها توماس باخ وكانت ربطة الملاكمة الدولية للمنظمة الرياضية الرئيسية الوحيدة التي سمحت روسيا بالمنافسة بعالمها ونشيدها كفريق وطني كامل أعلن خفار السواحر الأمريكية الخميس العثور على حطام الغواصة تيتان التي كانت تقل خمسة أشخاص في رحلة إلى السفينة تايتانيك التي غرقت قبل أكثر من مائة عام وأضاف خفار السواحر الأمريكية أن غرق الغواصة كان بسبب انفجار داخلي أودى بحياة جميع من كانوا على متنها اليوم الأحد الساعة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش الغواصة تيتان الشركة أوشن جيت اكسبديشنز بدأت رحلة الاستكشاف على متن غواصة تيتان التي كان وقودها فضول وانجذاب لاكتشاف بقايا حطام السفينة تايتانيك الغارقة منذ أكثر من قرن في أعماق المحيط الأطلسي لقي تقم الغواصة المكون من خمسة أفراد من جنسية مختلفة حدفهم بعد انفجار داخلي كارثية أنهى الرحلة الاستكشافية إلى الأعماق خفار السواحر الأمريكي أعلن العثور على خطام في قاع المحيط الأطلسي بالقرب من تايتانيك بعد جهود حثيثة وعمليات بحث بالسفن والطائرات للعثور على الغواصة السياحية التي تحركت ومعها ما يكفي من الهواء لمدة 96 ساعة وفقدت الاتصال بسفينة الدعم على السطح أرسلت مركبة آلية يمكنها الغواص في الأعماق من سفينة كندية اكتشفت حقل حطام من الغواصة تيتان في قاع المحيط على بعد حوالي 488 مترا من مقدمة السفينة تايتانيك وعلى عمق أربعة كيلومترات من سطح الماء في زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي غواصة تيتان التي بدأت رحلتها بالكثير من الحماس والرغبة في الاستكشاف لقيت مصير سفينة تايتانيك ليرقد حطامها بجانب السفينة التاريخية الغامضة بهذا نصل مشاهدين إلى ختم النشر الرئيسي نشكركم على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر